اشتركوا في القناة وذكرت مصادر ان التسمم نتج عن تناول التلميذات المذكورات لوجبة عشاء ليجري نقلهن على وجه السرعة الى المستشفى الجامعي محمد السادس لتلقي العلاج والاسعافات الاولية هذا واضافت نفس المصادر انه تم التصريح لاربع واربعون تلميذة بمغادرة المستشفى بعد الاطمئنين على حالتهن الصحية فيما تم الاحتفاظ بثلاث حالات الى غاية صبيحة يوم الثالث عشر اكتوبر وغادرن بدورهن المستشفى في حالة جيدة هذا وحلت عناصر من الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة والوقاية المدنية والسلطات الامنية والصحية من اجل الوقوف على ملابسات هذا الحادث فضلا ادعموا قناتكم لنرقبها